عجلة السيسي بـ 38 ألف جنيه مش بس الطائرات ده الراجل حقيقة في دولة بتتقشف دولة فئيرة قوي عنده أربع طائرات بـ 300 مليون يورو وعنده عجلة بـ 38 ألف وعنده ساعة أهي ساعتين أهي عالم الساعات بـ 200 ألف ريال مراته بقى نفس القصر آدي الساعة وآدي الجوتشي وآدي الحاجات وهو تفضل دي دولة انت فقير قوي آدي وعزمات سيبك من طاقم حسين صدقي ده الله يرحمه لكن يعني الحقيقة السيسي ساعة عجلة ده أنا أعوز أولا حاجة أنا متأكد اللي بقولك هالي ده أنا متأكد أن طاقم عربيات الرئاسة تغير الطاقم الطاقم كله حبيته فيك يا سافل كل حاجة الراجل أصدق داخل عريس جديد هيخش على القديمه يعني لا مش مشكلة يعني مصر تجوزة واحد جديد هيخش على الحاجات القديمة مش معقول نغير بقى المراتب والحاجات فالسيسي غير كل حاجة بس انت مش بس كده ده السيسي بيقول أو هما قالوا أنه هيتعمل أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط في العاصمة الإدارية مصر هتعمل أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط هو بقى الموقع ده تشل عشان كده عشان الكلام ده الفصلة ده نشرت صحيفة رؤية مصر 30-20-30 صور للتصاميم الداخلية لمبنى دار الأوبرا المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة ووضحت أنها هتكون أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط بمساحة 100 فدان وبتضم ثلاث قاعات مصرحية بساعة 3300 كرسي بالإضافة لمصرح صيفي يعني خارجي وهتضم مكتبة قومية كبرى لنشر الثقافة ومركز للإبداع ومتحف للفنون الحديثة لمين لمين يعني الحاجات دي لمين يا جماعة بجد والله العظيم ده سفى لمين أكبر دار أوبرا اعملها انت حر انت حر واللي هيجولك هيجولك بطيرات انت حر لا أهت الخبر أكبر دار أوبرا بس بص اللي جاي ثلاث تلاف وثلاثمائة كرسي مين طيب وهتضم مكتبة مين ده هيروح المكتبة ومركز للإبداع مين ده هيروح المكتبة ومتحف انت فاكر ان عيال مثلا زينهم هيروحوا مركز إبداع دار الأوبرا في العاصمة الجديدة في العاصمة الإدارية لمين ثم تعالى ثم تعالى لي هنا أقولك هلا حاجة يعني خلينا نتكلم ببساطة وبوضوح من غير آآ أباحة أوسى فعلها اعمل أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسى زي ما انت عايز زي ما انت عايز في العالم زي ما انت عايز يبقى السؤال هتجيب فيها مين فرق حلو قوي الفرق دي هتيجي ازاي بفلوس الفلوس دي ايه بقى دولارات وانت فكرك انك هجيب البرشوي من روسيا في حب مصر واللي هجيبه بالجنيل مصري ده انت هجيبه اقامة كاملة وطيران وعرض وليه لا يعني وهياخد أجر الفرقة يعني هجيب فلوسها من ايه تم الاوبرا المصرية موجودة ايه قول لي بقى برنامج الاوبرا المصرية في الفرقة الكبيرة بييجي قد ايه كام فرقة في السنة مفيش عارف ليه مفيش ببساطة لان مفيش فلوس انت ما تقدرش تجيب الفرقة الكبيرة مش هجيب فرقة تقول لها معليش تعليف حب مصر مش هجيسمها الكاركتس القصة ديه انت هجيب أوركسترا كبير سيبك بنقى وهتعمل اوركسترا ازاي صحيح يعني دار الاوبرا المصرية اللي موجودة دي في اوركسترا عظيم جدا بس ده متعينين من زمان يعني بعضهم راحل اتجددت بتاع لكن دول موظفين داخل دار الاوبرا يعني عازف الترامب ده الخواجة او مصري ده موظف بيجي البروفات وبيجي العرض وبيعمل كام عرض كده في الشهر وبيقبط فلوسه انت بقى هتعين ناس تانية يعني يعني هتعمل انا بس بتناقش والله بالعقل يعني هتروح تعمل اوركسترا تاني غير بتاع القارة السامفوني ده وبعازفين بعدد مهول من العازفين ومايسترو اكتر من مايسترو مش واحد يعني ازاي يعني هتجيب له مرتبات منين طيب عملت كل ده بقى هتجيب عروض منين هتجيب بجد والله هتجيب عروض هتجيب منين عروض منين هتجيب عرض طيب لو جيبت عرض من ايه هتجيب في المصرح تلات تلاف وتلتمية متفرج عشان تكيت الفرقة خلي بالك دول هيتفع بفلوس مصري يعني اللي هروح للعرض ده اللي هم تلات تلاف وتلتمية دول هيتفع بفلوس مصري يعني دول مش حتى مش هكيته تمن الفرقة يا جماعة بالعقل بالله عليكم بالعقل وبدل ما تبني اكبر دار اوبرا مصرية وانت عندك دار الاوبرا في الجزيرة ده عندك مكتب اسكندرية لو انت عمزنو قوي يعني ما تبني فصول ما تبني طرق ما تدخل صرف صحي القرى لي كده لي كده لي كده